وإلى خبر آخر علقت تهيئة تنظيم اقطاع الطاقة والمعادن العمل بجميع حقوق تعدين رمال السيليكا في مناطق رأس النقب ودبة حنوت والحميمة والقويرة التابعة لمحافظة العقبة وبدأت البحث عن مناطق بديلة لتجميع الحقوق في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية والشوارع الرئيسية كما علقت الهيئة العمل بجميع مناطق حقوق التعدين المخالفة في المملكة وانذار أصحاب هذه الحقوق التي لم تباشر العمل رغم مرور عام على إصدارها تمهيدا لإلغائها في حال عدم تصويب الوضع وأصدرت الهيئة كتبا رسمية بالمخالفات المرتكبة ومنحتهم مهلة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بحسب نوع المخالفة لتصويب أوضاعهم تجنبا لإلغاء حقوق التعدين الممنوحة لهم وقال الرئيس التنفيذي رئيس مجلس المفوضين في الهيئة المهندس فاروق لحياري في تصريح صحفي اليوم في ختام جولات تفتيشية أجراها وبعض المعنيين في الهيئة على حقوق تعدين رمال السيليكا في مناطق الجنوب قال إن القرار يأتي في ضوء نتائج الدراسات المنبثقة عن الكشف الميداني الذي أجرته عشر فرق تابعة للهيئة